حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعال أتحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من للتنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه ولما يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعال أتحرك به لسانك لتعجل به نجمة إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه له في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا أبي أنا ثم إن علينا أن تقرأه طفت أنا رسول ولله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ذاته جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه جبريل استمع